تواصل الدولة جهدها لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء تهدف التنمية العمرانية في سيناء إلى مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة تواصل الدولة جهدها حيث يجرى إنشاء وتطوير ست مدن من أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 82 ألف فدان ومدينة سلام مصر في شرق برسعيد على مساحة 22 ألف فدان فضلاً عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه كما تم تنفيذ 54 ألف ونصف ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة بجانب إقامة التجمعات التنموية حيث تم إنشاء 4.338 بيتاً بدوياً علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جاري إنشاؤها في إطار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة لتسجل 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014 في حين تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب في اليوم الواحد كما تم تنفيذ 30 محطة تحرية مياه بحر ليبلغ العدد الإجمالي 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة في عام 2014 التنمية العمرانية في سيناء تهدف إلى مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة تحمل مشعل التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء ترجمة نانسي قنقر